النهاردة هنكمل معاكم جزء جديد من مسلسل القلب الاسود بس قبل ما نبدأ حابين نفكركم اننا وقفنا في الجزء اللي فات مع سمرو وهي بتعرف نهايات مامتها ان ملك ونوح يبقوا اولادها وبتبقى نهايات متفاجأة جدا ومصدومة من اللي بتقوله سمرو وبتطلب منها تفاهمها كل حاجة وفي نفس الوقت مفاجأة هاركا لسيفلاي بتبقى نبزة ساخرة عن تاريخ حياة سيفلاي وبنشوف التقرير وهو بيعرف الحضور ان سيفلاي بنت حسن السائس وبنعرف انها عاشت حياة صعبة وكلها فقر وان سيفلاي كانت مرتبطة بتلاتة كلهم خنو وعملوها بشكل مش كويس واخرهم بيرك ولما جهان بيطلب من هاركا انها تقفل التقرير بترفض وبتقوم سيفلاي وبتضربها قلم وبتسيب الحنة بتاعتها وبتمشي وقتها هاركا بتبقى مع صمد واسعد وبتقولهم ان سيفلاي ضربتها قدام المعازيم عشان كانت ما حضر لها مفاجأة وبتعرض فيها تفاصيل حياتها وقتها ساعد بيبقى غضبون جدا ولما بيدخل للبيت بيوريه بنيمين صور بورك مع سيفلاي وبيعرفوا ان سيفلاي كانت مرتبطة بيه فعلا بعدها نوح بيبقى عايز يعرف الكل ان سمرو تبقى مامته لكن ملك بتحاول تمنعه وبتقوله انه ماينفعش يعرفهم في توقيت زي ده ولما بيشوف سمرو بيعرفها انه مفاضلش غير 5 دقيقة على الساعة 12 وبيخرج من البيت علشان يعرف صمد ان مراته ليها عيال من شخص غيره لكن سمرو بتلحقه وبتعرفه انها هتقول الحقيقة لصمد وللكل وبتطلب منه يديها شوية ايام لحد ما يخلصه فرح جهان بس وقتها صمد بيسأل نوح اذا كان فيه اي حاجة وبيقوله نوح انه كان جاي يسأله لو محتاج اي حاجة يعملها له وبعدها بنشوف سيفلاي وهي محضرة عشان تتهدومها وبتبقى عايزة تمشي من البيت وبتنزل للشارع وبتدل نوح شنتتها وبتركب عربيته وبيشوفهم ميسو الطفل ابن اسماء الخادمة لكن نوح بيتجهله وبيركب العربية مع سيفلاي وبيمشي وفي الوقت ده سمرو بتبقى في قوضة ملك وبتشكرها عشان ما قالوش حاجة لصمد هي ونوح وبتعرفها ملك ان هم هيسيبوها يوم واحد وبتقول لها سمرو انها تستحق كل انواع العقاب وبتعرفها انها مش خايفة على نفسها بس خايفة على صمد عشان عنده سرطان وبتقول لها انها خايفة حالته الصحية تسوق بعدها بينشوف نوحه وبيسأل سيفلاي على المكان اللي عايزة تروحه وبتطلب منه يوديها محطة الباص عشان هتروح مدينة انقرة الليلة صاحبته وبيقول لها نوح ان حكمة مامتها ممكن تعرف مكانها لو لها معرفة بليلة وبيعرفها انه نفسه يهرب ويجي معها هو كمان وبتبقى سيفلاي سعيدة جدا وبتعرفه انه يقدر يجي معها بالفعل لكن نوح بيبقى مصدوم من ردها وبيقول لها وهو سعيد انه هيفكر في الموضوع ده بعد ما يوصلها لمحطة البصات الاول وفي الوقت ده ملك بتبقى مع جيهان وبتديره كبايت مية وبتسأله اذا كان محتاج مسكن فبيقول لها جيهان ان الوجع اللي هو فيه ما يقدرش يسكنه ادوية الصيدريات وبيعرفها انه قاسة كتير في حياته وانه مش شخص مرفقة زي ما بقيت الناس واغدى فكرة عنه ابدا وبيعرفها انه شخص عايش بدون ام لانه امامته ماتته وعنده خمس سنين وبتقول له ملك انها حاسة بشعوره وبتعرفه انها عاشت طول عمرها بدون ام ما تعرفش مين ما متها وبتسأله عن اللي هيعمله مع سيفلاي وبيقول لها جيهان انه ما يعرفش ايه اللي ممكن يحصل بعد كده وانه بيحبهاش اصلا ولا هي حتى كمان بتحبه وبيعرفها انه مجبر على الجوازة دي علشان مستقبل عيلته وبتقول له ملك انه ما يهمهاش هو مجبر او غير وبتعرفه انه مرتبط طول ما في ايده خاتم لبسه وبعدها صمت بيبقى مع عيلته وبيطلب من هاركة تليفونها واللاب تاب بتاعها علشان يبقى معاه وبيعرفها انها مش هتخرج من البيت تاني غير في فترة دراستها كعقب ليها على العملية وبتبقى حكمة مش عاجبها العقب لانها بتبقى شايفة انه عقب بسيط على اللي هارك عملته فبيقول لها صمت بغضب انه ما ينفعش يجليدها ويعملها زي المجرمين وبيطلب من هاركة تعتذر لسيفلاي بس بترفض وبيسألها جيهان عن الساب اللي مخلها تكره سيفلاي بدون سبب وبيعرفها انه ملهاش اي مبرر لتصرفاتها اتجاهها لكن هاركة بتسكت وبتعاية وبيطلب صمت من سمرو انها تنادي سيفلاي علشان هاركة تعتذر لها ولما سمرو بتروح القوضة سيفلاي بتلاقيها قفلة الباب ومبتردش وبتضطر يتعرف صمت بدا وبييجي جيهان وبيتفاجئ ان سيفلاي هربت من البيت وفي الوقت ده بينشوف نوحه هو في محطة الباصات وبيطلب من سيفلاي تركب مع العربية عشان يوصلها الانقارة بنفسه وبيعرفها انه قلقان وخيف عليها من زحمة المواصلات لكن سيفلاي بترفض وبتطمنه على نفسها وبتعرفه انها متعودة على ده وبتحضنه قبل ما تطلع الباص وفي اللحظة دي بيكون بن يمين مع صمت وبيعرفه ان سيفلاي ما هربتش بعربيتها وبيقول له صمت ان في حد ساعدها من جوا بيت وبيطلب منه يجمع له كل الشغالين والخدم ولما الكل بيتجمع بيبقى نوح بس اللي غايب عنه ولما صمت بيسأل عن بن يمين بيقوله ان نوح هو اللي ساعدها وبيعرفه ان نوح شخص مريب وورا حاجة مش مفهومة وبيجي نوح وقتها وبيبقى بن يمين غطبون جدا وبيطلب صمت من الكل ان هما ما يعرفوش اي حد بهروب سيفلاي من بيته وبيعرفهم انه هيحملهم المسئولية لو الخبر وصل للصحب ولما بيسألهم اذا كان في حد فيهم شافها وهي بتهرب الكل بيرد عليه بالنف لكن ميسو الطفل بيقوله انه شافها ولما بيسألوا صمت عن الطريقة اللي مشيت بيها بيقوله ميسو انهارك بالتاكسي وبيرداش يقوله عن نوح بعدها سمرو بتكون قلقانة وخايفة جدا بيقول لما متها ان نوح مش هيصبر عليها وهيفضحها قالها نهايات عن السبب اللي خليها تخفي عن صمت سر زي ده وبتقول لها نشارت صمت الوحيد عليها قبل جوازه منها كان انها تصرحه بالحقيقة وبس وبتعرفها نهاية انها تلاقي حلل الموضوع وتاني يوم بيبقى نوح في بيت تحسين وبيعرفه انه سيفلاي هربت من حفل حنتها وبيقوله انه مش مصدق موضوع جهان اللي بيتجاوز سيفلاي علشان يردبوا المريضه بس وبيعرفه انه شاكك في مرض صمت اصلا فبيقوله تحسين وشاكك هو هو كمان فعلا في امر صمت وبيعرفه انه صمت شخص مش ساح وبيبقى متأكد انه في مصلحة لي من ورا الجوازة دي بعدها بيبقى ميسو بيلعب كرة مع صاحب لي وبيجيله نوح وبيدي طقم كرة هدية وبيشكره عشان انقذه وبيشكره ميسو هو كمان وبيبقى مبسوط وبيعرف نوح انه اول مرة حد يديه ديه في حياته بعدها بيبقى نوح مع ملك واللي بتسأله اذا كان هو اللي ساعد سيفلاي على الهروب فبيقول لها نوح انه هو اللي هربها وبيعرفها انه مش خايف من صمد ولا من غيره وبتقوله ملك انه بيحب سيفلاي وبتطلب منه ماينكرش حبه ليها زي اول مرة سألته فيها عنها لكن نوح ما بيردش عليه وبتبقى ملك شبه متأكدة وبتسيبه وبتمشي وبتيجي رساله لنوح من سيفلاي وبتطمنه فيها وقتها ع نفسها وبتعرفه انها وصلت للايا صاحبته وبتشكره على وقوفه جنبها ومساعدته ليها وبيبقى نوح سعيد جدا بعدها بتبقى سيفلاي مع ليلة صاحبتها وبتسألها ليلة عن سبب رفضها الجهان وبتقول لها انه شافت بروفايل جهان ولقيته شاب واسيم جدا فبتقول لها سيفلاي انها رفضة جواز القريب مش اكتب وبتعرفها انه جهان شاب كويس ولما بتسألها ليلة اذا كان بتحب شخص غيره بتجاوب سيفلاي بالنفي وبتقول لها انها مش على علاقة بأي حد بعدها بتبقى حكمة مع عائلتها وبتتسل على سيفلاي وبتطلب منها ترجع البيت بس سيفلاي بترفض وبتعرف مامتها انها مش هترجع لبيت سامد وبتقول لها انها هتدور على شغل في انقرة وهتفضل عايشة هناك ولما بتنهي المكالمة حكمة بتقول لسامد ان سيفلاي غالبا عايشة مع صاحبتها ليلة وبيطلب سامد من جهان انه يروح لانقرة ويرجع سيفلاي البيت لكن جهل بيرفض وبيبقى غطبانه بيقول لسامد انه مش هيرجع واحدة قررت تهرب من البيت وجوازه منها بمزاجها وفي الوقت ده بن يمين بيبقى ماشي في الشارع وبينادي عليه بدر صاحبه اللي بيبقى قاعد على الاه وبيطلب منه يعرفه اللي حصل انبارح فبتسامد فبيبقى سامد رفض انه يتكلم لحد ما بدر بيطلب ليه كيوي وبيقعد بن يمين معايا عشان يحكيله وبعدها بيبقى سامد مع حكمة اخته وبيعرفها ان جلال حالته الصحية سائد جدا وبيقول لها انهما لازم يتصرفوا بسرعة ويثبتوا انه سيفلاي بنت بس حكمة ما بتكونش حصة بالخطر وبتقول لسامد انهما ممكن يعملوا تحليل نسب في اي وقت ويثبتوا انه سيفلاي تبقى بنت جلال وبيبقى سامد مستق جدا من تفكيرها بعدها بيبقى سامد ماشي في الشارع وبيسمع شخص بيتريق على جهان وبيقول ان جهان ابن سامد يتجاوز واحدة كان ليها 40 حبيب قبل منه وبيتضيق سامد وبيمسك فيه وبيضربه وبتقع حكمة لحزتها على الارض وبتفقد وعيها وبعدها بيتسل سامد بسمرو وبيقول لها انه في المستشفى وبيعرفها ان حكمة فقدت وعيها وبتروح سمرو لنوح وبتطلب منه يوصلها المستشفى وبتطلب من ملك هي كمان تجي معيها ولما بيبقوا في العربية بتطلب سمرو منهم يسكوتوا وما يعرفوش حد بحاجة وبتعرفوا من اللي هما اللي عايزين يعملوها يبقى انتقام من عيلتها مش منها هي ولما بيسألوها عن السبب اللي خلها تسيبهم في الشارع وتمشي قلهم سمرو انها مش هتعرفهم بسبب انهما بيسألوا بدفع الفضول وعشان يحسسوها بتعنيب الضمير مش اكتر وبتقول لهم انهما يقدروا يكملوا حياتهم بدونها زي ما كانوا عايشين قبلها ولما نوح بيوصلها لمستشفى وبتنزل سمرو بيسأل نوح ملك عن رأيها في كلام مامت وبتقول له ملك ان كلامها صح وانهم فعلا كلها دفهم انهم ما يقزوها بسبب انها سبتوا بعدها بتبقى سمرو مع صمد ولما صمد بيشوف الدكتور الخاص بحكمة بيسألها عن حالتها فبيقول للدكتور ان عندها تشنق في القلب وبيعرفوا ان حالتها صعبة وبيعاية صمد على حالها وبتطمنه سمرو وبتعرفوا ان اخته هتبقى بخير وبتتصل على سفلاي وبتعرفها ان مامتها عينة وعندها نوبة قلبية في الوقت ده بتتصل سفلاي على نوح عشان تتأكد منه اذا كانت مامتها عينة بالفعل ولا مجرد اشتغالها عشان يرجعوها لبيت صمد وبيعرفها نوح ان مامتها عينة بجد وقتها بيعرف تحسين بمرض حكمة من خلال صحف الانترنت ولما بييجي الليل بتبقى سفلاي في المستشفى عند مامتها ولما بتطلب من صمد انها تشوف مامتها بيعرفها صمد ان مامتها مريضة جدا وبيقول لها ان الاطباء منعين عنها الزيارة بس بتعايته بتبقى مصرة بتشوف مامتها بتطلب منها تفوقه ما تموتش وبتعرفها انها لو فائتها تسمع كلامها وهتعمل لها الكل اللي هي عايزة بعدها بيطمن جيهان سفلاي وبيعرفها ان مامتها تبقى بخير وبيحضنها وبيبقى نوح واقف بيرقبهم وبيبقى مضايق جدا بعدها بيبقى جيهان في مطبخ بيته مع ملك وبيسألها عن مكان تواجد الخدمة انيسة وبتعرفه ملك انها بترتب قوض البيت وانها هي اللي هتعمل لهم العشاء النهاردة وبتسأل جيهان اذا كان يعرف الساب اللي بيخلي انيسة ما تحطش الجزر في الاكل وبيعرفها جيهان انه بيكره الجزر وعشان كده انيسة بترفض انها تحطه وبيعرفها انيسة تبقى مرضيعته وانه يعتبرها شبه مامته بالظهر ملك بتسأله عن سمرو بيقول لها جيهان انه سمرو كانت مربيته وبيعرفها انها تجاوزت ابوه بعد وفاة مامته بسنة واحدة بس وبيسألها جيهان عن باباها ومامتها بتعرفوا ملك ان مامتها مختافية وان باباها ميت من سنة فات بعدها بتبقى ملك في قوضة نهايات وبتسألها ملك اذا كانت محتاجة اى حاجة فبتقول لها نهايات انها بخير وبتطلب منها تاخد حاجتها او 2 في قوضة تانية غير بتاعيتها لما بتسألها ملك عن السبب بتقول لها نهايات انها بتشخر كتير وبتعرفها انها مش عايزة تقلقها ولما ملك بتخرج من الاوضة بتوصفها نهايات انها شيطانة شريرة وتاني يوم بنشوف حكمة وهي قدام بتصمت بعد اخرجها من مستشفى وبيسندوها عاليتها وخدم البيت عشان تقدر تطلع السلم وبعدها بتعمل حكمة نفسها عينة وبتطلب من ملك تدلك لها رجلها وجسمها بس ملك بترفض وبتعرفها انها خارجت علاق طبيعي مش مدلكة وبتبقى سمرو واقفة وشايفة الماولها بتروح سمرو الملك بتقولها ان حكمة وحدة عديمة الادب والاحترام وبتعتذر لها بالنيابة عن وبتقولها ملك انها مش عايزة اعتذرها وبتعرفها انها ما زالتش وانها قوية كفاية بسابع شطها الصعب الفترة طويلة بدون او وفي الوقت ده بيكون جيهان مع رجالته لمحتجزين جوركان وقبل ما جيهان يسأل جوركان عن اي حاجة بيعرف جوركان جيهان ان اسعد هو اللي طلب منه يتوه الامريكان وبيعرفه انه اخد منه 300 الف ليرة مقابل ده وبيبقى جيهان غضبان جدا وبيعرفه انه خسرهم 100 مليون دولار وبيطلب من رجالته ويفضلوا حاجزين جوركان بدون اي ازاء وبيمشي بعدها بيبقى اسعد عمالي عكس في موظفين فندق ابوه وبيجيله جيهان وبيعرفه انه عرف انه هو لطلب من جوركان يتوه الامريكان ويعطل الصفقة وبيعرفه انه لو قرر حاجة شبه دي تاني هيعمله بالطريقة اللي يستحقها وبعدها بيكون جيهان مع صمد وبيعرفه ان السياحة بدأت تنتعش شوية وبيديله قائمة بالاحتياجات قريته السياحية وبتكون كلها اشياء مرفهة جدا زي انه هما محتاجين فاكهة اسمها الشيروميا وبيبقى صمد متضايق وبيقول لجيهان ان طلبات القرية السياحية مش هيقدر يحققها وبعد كده بيكون صمد مع شي في الفندق العمومي وبيسأله ازا كان يعرف اي شخص يورد له فاكهة وبيكون تحسين قاعد سمع وقتها وبيعرف صمد انه يقدر يجيبها له وبيعرفه انه بيتجر في الفاكهة الاستوائية وبيديله الكارت الخاص بي بعدها بيبقى صمد قاعد مع تحسين وجيهان وبيعرف جيهان ان التحسين هو اللي هيورد لهم الفاكهة بتاعة الفندق وبيعرفهم تحسين انه بيتجر في كل حاجة من الفاكهة بس وفي الوقت ده بيكون نوح في المستشفى بيجيب ندارية حكمة اللي نسيتها هناك وبيسمع ممردين بيتكلموا مع بعض وبنعرف ان حكمة ما كانتش عيانة وانها كابتمس للمرض ده بيعرف نوح سيفلاي باللي سمعوا وبيعرفها ان مرض مامتها كان مخطط من صمد عشان يرجعوها لبيت وتتجاوز جيهان وبتبقى سيفلاي غطبانة جدا وبتقول لنوح انها لما عرفت الخبر كانتها تموت من الخوف على مامتها وبتشكر نوح انه عرفها الحقيقة وبتحضنه وبتشوفه من نهايات اللي بتبقى واقفة تتجسس عليهم ولما بييجي الليل بيبقى صمد قاعد مع عيلته بيتعشى وبيعرفهم انه هيجي الفندق افضل خمس عريضات ازياء بفضل جيهان وبيعرف سمرو ان ده هيخلي السياحة تنشط بشكل اكبر بعدها بنشوف اسعده وواقف مع بن يمين وغطبان جدا بسبب شغله نجاح جيهان وبيطمنه بن يمين وبيعرفه ان جيهان هيفشل ومش هيستمر في نجاحاته دي وبيمشي ولما بنرجع لصمد بنشوفه وبيقترح على عيلته ان هما يعملوا كتب كتاب جيهان اخر الاسبوع وبيبقى جيهان غطبان ومتدايق وبيطلب منه لو يأجله بس سمد بيرفض وبيعرف انه هيعمل له فرح ضخم كمان بعكس المرة اللي فات بعدها بيبقى جيهان مع سيفلاي وبيقول لها ان هما الاتنين مش منجذبين لبعض وبيعرفها ان جوازهم من بعض هيبقى سفو ارضاء لعيلتهم وبيقترح عليها لو يتجاوزوا فترة ست شهور بس وبيتوافق سيفلاي على اقتراح جيهان بعدها بيقابل جيهان ملك وبيعرفها انه قرر يتجاوز سيفلاي وبيعرفها انه مش هيكون جواز حقيقي وبيفاهمها انه اتفق مع سيفلاي على ده وبيطلب منها تستنى ست شهور لحد ما ينفصل عنها عشان يقدر يتجاوزها بشكل راسل لكن ملك بتبقى معطردة وبتسأله اذا كان مستوعب اللي بيطلبه منه وبيقسم لها جيهان على حبه ليه وبيعرفها انه جوازه من سيفلاي ارضاء لوالد وقتها ملك بتفكر في كلامه وبتسكت وبتبقى نهايات وقفة بترقبهم بعدها نهايات بتبقى مع سمرو وبتعرفها ان نوح وملك بيخططوا الحاجة ضخمة وانه ملك بتحاول توقع جيهان في حبها وكذلك نوح بيحاول يوقع سيفلاي في حبه وبتعرفهم انها لازم يتصرفوا قبل ما ده يحصل لانهما لحظتها هيستولوا على حاجة وهيطردوها شخصيا من عز صمت وبتكون سمرو مصدومة من كلام نهايات وتاني يوم بيتفاجئ صمت بهاركة وهي في قضيتها ومعها تليفون ولما بيشوفها بيسألها عن الطريقة اللي قدرت من خلالها تجيب بيها التليفون ده وفي الوقت ده بتكون حكمة في بيت بابوها القديمي اللي اشترى تحسين وبتتفاجئ لما بتلاقيه فيه ولما بتسألها عن ساب تواجده فيه بيعرفها ان هو اشترى من صمت ولما بتسأله حكمة عن ساب اختفاءه عنها كل الفترة دي بيقول لها تحسين انه مشغول جدا في شغله وبيعرفها انه كان بيتابع شغله في ازربيجان ولما حكمة بتقوله ان لها ذكريات جميلة في البدة بيفتكر تحسين نفسه وهو صغير لما العيال كانوا بيتنمروا عليه وبيوصفوه بابن الخادمة وبيتردوه برا الاصر وفي الوقت ده بياخد سمد هاركة المطبخ فندوقه وبيطلب من الشيف اردول انه يشغل هاركة معه في المطبخ بيعرف انه لو تساهل معها يعقب وبيسيبه وبيمشي بعدها بتتصل سمرو بملك وبتطلب منها تيجي هي ونوح للمكان اللي هتبعت لها الموقع بتعود الوقتي ولما ملك ونوح بيوصلوا للمكان بتبقى ملك خايفة لسمرو تبقى مسلطة عليهم حد يقتلهم وبتيجي نهاية وقتها ولما نوح وملك بيشوفوها بيبقوا مستغربين وبتعرفهم نهايات انها لست عارفة دلوقتي انه هم يبقوا احفادها وبتحضنهم واسناء ما بتبقى حضناهم بتتوعدهم بخطة تخسرهم بيها كل اللي بيخططوه ولما بنرجع لتحسين بنشوفه وهو بيسأل حكمة اذا كان صبت مصاب بالسرطان فبتقوله حكمة انه خف منه من زمان وبتعرفه انه بيدعي اصابته بالمرض ده عشان ابنه جيهان ما يرجعش الالمانيا من جديد ولما بنرجع لنهايات بنشوفها وهي قعدة واستنوح وملك وبتعرفه منها ما كانش مسدقة سمرو لما عرفتها ان لها اولاد غير هاركة واسعد وبتعرفه منها كانت متفاجأة لما حكت لها انها جابت عيالها لما كانت شغالة مدرسة في مدرسة اكسو وبيكون نوح وملك متفاجئين عشان لأول مرة يعرفوا ان ماميتهم كانت مدرسة في الوقت ده بنشوف حكمة وهي بتاخد صورة لعيلتها متعلقة على حيطة البيت لكن تحسين بيمنعها من ده وبياخدها منها بعنف بتسأله عن السابر اللي مخليه عايز يكون معاه صورة ملاش علاقة بيه بيقولها تحسين انه اشترى البيت بكل اللي وبيستأزم منها عشان يروح مشهور ولما بنرجع لنهايات بنشوفها وهي بتدي الملك خاتم وبتعرف ملك ان الخاتم ده عزيزة عليها جدا لانه كان هدية جوزها ليها بعد ولادتها لسوم وقتها بتيجي سومرو وبتطلب نهايات منها انها تعرف اولادها كل الحقيقة وبتسيبها وبتمشي في الوقت ده بنشوف تحسينه وبيعتذر لحكمة عن تصرفها معاها لما كانت عايزة تاخد صورة عيلتها وبيعرفها انه اشترى البيت بيسها بصورة قديمة دي اصلا وبيطلب منها وتزعلش منه ولما حكمة بتمشي بنشوف تحسينه وبيبص للصورة وبيلمسها لان مامته بتبقى فيها ولما بنرجع لسومرو بنشوفها وهي بتقول لنوح وملك انها عاشت فترة صعبة جدا في مدينة اكسو وبتعرفهم انها مسا بتهمش ومشيت بمزاجها وبيبقى نوح غضبان منها جدا وبيزعق لها وبيطلب منها لو تقولهم حاجة مفيدة وبيعرفها انها كل شوية بتقولهم نفس الكلام ده وفي نفس الوقت اللي سومرو هتتكلم فيه بيجي دورية شرطة وبيطلبوا من نوح انه يسلم نفسه وبيمسكوه وبيمشو به من غير ما يعرفوه مسا وبيعتقال وبعدها بنشوف بن يمين وهو بيسأل نهايات في زكاية الشرطة قدرت تمسك نوح فبتقوله نهايات انهما مسكوه على الاغلب وبتطلب من بن يمين يفوض محامل نوح يعمل نفسه انه عاوز يخرجه بمسك بس بشكل ما اخره باكبر قدر جوة وبيبقى بن يمين سعيد جدا وفي الوقت ده بنشوف سومرو وهي بتطمن ملك على نوح وبتعرفها ان اكيد ممسوكة عشان شئ صغير وقتها بنشوف ملك وهي بتخرج سلح نوح من شنططة وبترمي في عربيت سومرو ولما سومرو ملك بيوصل الاسم بيجي لسومرو مكالمة من هاركة وبتسيب ملك لوحدها وبتمشي من غير ما تقولها اي حاجة تبقى ملك مستقى منها جدا ولما ملك بتدخل الاسم بتحاول تعرف سابع تقالهم لاخوها وبيرفضوا يقولولها وبيطلب ظابط منها انها تصبر شوية وهيعرفها كل حاجة وفي الوقت ده بتكون سومرو في بيتها ولما بتسأل هاركة عن اللي حصل لها بتقول على اللي عملوا باباها فيها وبتعرفها انها كانت هتقطع صوابعها بالسكينة بعدها بنشوف ملك وهي بتعرف من ظابط شرطة ان نوح اخوها قتل شخص وقتها بيكون جهان في اجتماع وبيعرف موظفينه المطلوب منهم وبيعرفهم الطريقة اللي هيديروا بيها الفندق والقرية السياحية وبيجيلوا اتصال من ملك وبتعرفوا ملك وهي بتعاية ان الشرطة اعتقلت نوح وقبل ما الشرطة تنقل نوح لمكان تاني بيطلب نوح من ملك انها ما تسقش في نهايات ولا في سومرو امهم وبيطلب منها تكون حذرة منهم جدا بعدها بيبقى جهان مع ملك وبيكلم المحامي ناظم وهو معاها ولما بيخلص مكلمته وبيعرف ملك ان الناظم محامي شاطر جدا وبيقول لها انه مش هيبخل عنهم في مجهود الا و هيعمله لانه صديقه من ابتداء وبتبقى ملك حزينة جدا وبتقول لجهان ان في حد هو اللي ملفق لنوح الجريمة وبتعرفوا انه نوح طيب جدا ومستحيل يعمل جريمة قتل في الوقت ده بتكون سومرو مع نهاياته وبتسألها زكاة هي سبب سجن نوح وبتقول لها نهايات انه مستحيل تعمل فأحفادها حاجة زي وبتمثل انها حزينة عليه وبتقول لها سومرو انها اول مرة تحس ان ملك ونوح اولادها فعلا بعد اللي حصل لهم ده وبتحاول نهايات تخليها بدون مشاعر اتجاههم وبتطلب منها تفتكر الظروف واللي خليفتهم فيها وبتعرفوا انه ما ينفعش تدمر حياتها علشانه بعدها بيجي لصمد مكالمة من سوافي زابط الشرطة بيعرفوا انه ابنه جهان فوض محامل نوح السواق ولما صمد بيسأله عن جريمة نوح بيبقى متفاجئ جدا لما بيعرف انها جريمة قتل وفي الوقت ده بتكون سومرو عايزة تطلب محامل نوح لكن نهايات بتقنعها ان اللي عايزة تعمله غلط وبتقول لها ان نوح وملك اصلا يستهل اللي هما فيه وبتقول لها ان هما وصلوا لها عشان فلوسها مش اكتر وبتقول لها سومرو ناق قزها من الحريق وعرض حياته للموت علشانها وبتقول لها نهايات ان الحريق ده ممكن يكون مفتعل منه اصلا وبتبقى سومرو محتارة بين كلام ما متها وحنينها لأولادها وبعدها بيقدر نازم انه يخرج نوح من حبسه عشان يزور مارك ووقتها جيهان بيطلب من نازم ان هما يمشوا ويسيبوهم مع بعض ولما نوح بيمشي بيقسم لملك ان النهايات هي اللي ورا اللي هو فيه ده وبيطلب منها تبيع عربيته عشان تصرف منها وتسيب بتصمد لكن ملك بترفضه بتسأله عن السبب اللي خلي جدتهم تعمل فيهم كده وبيقول لها نوح انه بيفهم في البشر وبيعرفها ان النهايات بتكرههم اكتر من ممتهم وبيقول لها انهم فكرهم طمعانين في فلوسهم ولما بيسأل ملك عن السبب اللي يخلي جيهان يساعده بتقول له ملك نفس سبب مساعدته لسيفلاي وبيبقى نوح غيران عليها ليبقى في حب ابن بعدها بيوصل نوح بملك للبيت ولما بتنزل ملك لان نوح هو اللي بيبقى طالب منها تعمل ده بيجي لجيهان اتصال من كامل مدير السجن وبيعرفوا ان سيفلاي بنتعمته وعايزة تزور نو وبيفهم جيهان ان سيفلاي بتحب نو وبيطلب من مدير السجن انه يسمح لها تشوفه لو خمس دقايق ولما نوح بيقابل سيفلاي بيقسم لها انه مش مجرد وبيعرفها انه ما عملش حاجة وبتطلب سيفلاي منه يسكت وبتعرفه انها مصدقه وبتحضنه وبتعرفه انها دايما هتبقى جنبه ومش هتخلى عنه ابدا بعدها بتروح سيفلاي لجيهانه وبتشكره عشان واقف جنب نوح وفوض له محامي وبيقول لها جيهان انه دلوقتي بس عارف انها بتحب نوح وقتها بتيجي جنان الخادمة وبتشوف الختم اللي في ايد ملك وبتسألها عن المكان اللي اشتريته منه فبتقول لها ملك انها اخدته كهدية وبتعرفها انه قديم بس جنان بتقول لها ان عمودة جديدة وبتمشي وقتها نهايات بتطلب من ملك متركزش مع كلامها ولما بيجي الليل بنشوف ميسو وهو بيخبط على قوضة سيفلاي وبيقول لها انه نوح هيخرج من السجن وانه مش مصدق انه قاتل وبتبقى سيفلاي مبسوطة منه جدا وبتعرفوا انه ولد طيب جدا وجميل وفي الوقت ده بنشوف حكمته هي بتسأل سمرو اذا كانتها تسيب هاركا تخرج لصاحبها وبتعرفها ان المفروض ما تخرجش بره لان سمد معاقبها وبتقول لها سمرو ان هاركا عرفت غلطة وبتطلب منها متدخلش بينهم وبتسيبها وبتمشي بعدها بنشوف سمده وبيعرف سمرو انه جهان معجب بملك وانه سب اجتماع الشركة وفوض محمة وخصوص لنوح بعد طلب ملك لمساعدته تسألوا سمرو عن الشيء اللي مخليها الان بيقول لها سمد انه جهان لازم يتجاوز سيفلاي وبيعرفها ندحل لهم الوحيد عشان ينقذوا بيه ثروتهم من الضياع وان حكمة بتدفع عن سيفلاي وحقوقها عشان ما تحسش سيفلاي ان حكمة مش مامتها وبيعرف سمرو انه ملك لازم تسيب البيت وتمشي عشان جهان يبطل تعلقه بيها بعدها بيبقى سمد قاعد بيتعشى مع علته وبيعرفوا منه قرر يمشي ملك ونوح من بيته بسبب الجريمة اللي نوح متورط فيها وبييجي جهان وقتها وبيعرف ابو انه نوح مش قاتل وبيقولوا انه عربيته صدمت شخص في مدينة اكسو وده سبب توروته في الجريمة وبيعرفوا انه العربية كات مع حد من صحابة وبيقولوا انه نظم هيروح بنفسه الاكسا عشان يعرف الشخص ده وتبقى سيفلاي مبسوطة جدا من جهان وبيتراجع سمد عن قراره لما جهان بيفكروا ان نوح هو اللي انقذ سمره من الموت وتاني يوم بيبقى جهان مع موظفين شركته وبيتابع شغلهم وبييجي تولغى صديق جهان وبيعرفوا انه في شخص وحي الشغال عندهم اسمه بن يمين هو اللي بيخرج كل اسرارهم للصحافة وللناس وقتها بتبقى ملك مع نوح وبتطلب منه يفتكر الشخص اللي اداله عربيته الشهر اللي فات وبتعرفوا انه لو افتكرته هيقدروا يخرجوا من السجن لكن نوح بيقول لي ملك انه ادع عربيته لناس كتير جدا كم محتاجينها وبيقدرش يعرف الشخص اللي عمل الحادثة بعدها بينشوف جهان وهو في بيت صمد وبيبقى غضبان جدا وبيفضل ينادي على بن يمين ولما جهان بيشوفه بيضربه ولما افراد البيت بيتجمعه وبيمنعه جهان من ضربه البن يمين بيعرفهم جهان ان بن يمين هو اللي اتكلم بسوق عن سيفلاي وبيقولهم انه كل اسرار البيت بتخرج من خلاله لكن بن يمين بينفي الكلام ده وبيقسم لهم انه خادم مخلص ليهم ووقتها صمد بيطلب منه يمشي بعيد عن جهان دلوقتي وبيهدى جهانه وبياخده معه بعيد عن بن يمين بعدها بتبقى جهان مراد بن يمين بتطلب منه يبطل يسمع كلام نهايات وينفذ لها اوامر وبتعرفوا انه هم لو اتردوا برابة صمد مش هيلقوا مكان يعيشوا فيه وبيقول لها بن يمين ان اسعد هو اللي هيمسك ادارة شركات صمد قريب وبيعرفوا ان خطة نهاياتها تنجح وبتبقى جنان مستقى منه جدا وبتعرفوا انه شخص مختل وفي الوقت ده بيكون جهان عايز بن يمين يمشي من البيت لكن نهايات بتبقى معطردة وبتقولوا انه بن يمين شخص مخلص وبتطلب منه ما يصدقش صح وقتها صمد بيطلب بن يمين ولما بيجي بيعرف بن يمين انه قرار طرده في ايد سيفلاي وبيبقى رد فعل سيفلاي انها بتسام وبتطلب منه يعتذر للكل على الرغم انه اقسم لهم انه مش الشخص اللي فضح سيفلاي وقتها بيرفض جهان يعتذره وبيعرفوا انه هينتقم منه قريب بعدها بينشوف بن يمين هو مع اسعد وبيعرفوا بن يمين انه مش هيسيب جهان في حال وبيقولوا انه لازم يردله الضرب وبيطلب من اسعد يتصرف ويحاول ياخد مكان جهان فبيقولوا اسعد ان جهان مدلل ابو وبيعرفوا انه بيحاول بقدر الامكان يعمل اللي عليه عشان يفشل جهان بعدها بينشوف نازم وهو وبيعرف جهان وملك انه مصطفى الصيدلي صديق نوح هو اللي عمل الحادثة بعربية نوح وبيعرفوا من ان نوح هيخرج من السجن دلوقت وبيبقى جهان وملك سعداء جدا ولما ملك بتعرف نازم انها هتجيله مكتبه عشان تدفع له اتعب المحامات بيقولها جهان انه دفعهم خلاص وبيخرج نوح من السجن وقتها ولما نوح بيوصل لبيتصمد بتقوله نهايات انها كانت قلقان علي جدا وبتعرفوا انها مشكتش اللحظة انه بريد بعدها بيبقى نوح قاعد بيفطر مع ملك اخته وبيسمع حكمة وهي بتتكلم مع جنان والخادمات عن حفلة زفاف جهان وسيفلاي ونوع الفستان اللي هتلبس وبيبقى نوحه ملك زعلانينجي بعدها بيكون نوح مع ملك وبيعرفها ان سيفلاي بتحبه وبيبقى مستغرب من ان سيفلاي هتتجاوز جهان بعده كل الاهانات اللي اتعرضت له وبتقوله ملك ان ده تأثير الفلوس وبتعرفوا انها هتتجاوز جهان عشان فلوسه مش اكتر وبتطلب منه يرجعوا لمدينتهم تاني لكن نوح بيرفض وبيعرفها انه مش هيمشي لاي مكان قبل ما يفضح امه او تعترف هي بيهم من نفسها وفي الوقت ده بيكون جهان قاعد مع وكيل اعماله ارهان وبيطلب منه يبيع شركته اللي في المانيا وقبل 20 مليون دولار وبيقول له ارهان انه بالطريقة دي هيخسر اكتر من 80 مليون وبيعرفوا انه شركته تسوى مش اقل من 100 مليون دولار وبيدخل صمد عليهم وقتها وبيسأل جهان عن الساب اللي يخليه بيع شركته اللي في المانيا وبيعرفوا انه هيبقى معاه اكتر من مليار دولار لو اتجاوز سيفلاي فبيقوله جهان انه هيحط العشرين مليون كساندات في البنك في لشتينشتاين وبيعرفوا انه هيقدر ياخد عليهم كارد بمئتين مليون والها بيسألوا صمد عن السبب بيقوله انه مش عاوز يتجاوز سيفلاي وبيبقى صمد غضبان منه جدا وقتها بيبقى نوح مع تحسين وبيعرفوا انه كمسجون وبيقوله انه خرج بفضل جهان ابن صمد والها بيسألوا تحسين عن الساب اللي ما خلوش يعرفوا انه في السجن بيقوله نوح انه ملك اخته ما تعرفش حد في المدينة غير عيلة صمد وقتها تحسين بيطلب من نوح انه يتجاهل عيلة صمد دي خالص وبيطلب منه يعرفوا باي مشكلة تقع معاه بعد كده وتاني يوم الفجر بيكون جهان مع ملك في البيت وبيعرفها انه محضر لها مفاجأة وبيطلب منها تيجي معاه بس ملك بتبقى خايفة لحد يشوفهم مع بعض فبيقول لها جهان انها مش فرقة معاه وبيروحوا للمكان وبيكون عايز يركبها منطاد بس بتبقى خايفة وبيطمنها جهان وبيركبوا المنطاد ووقتها بتسأله ملك عن الشعر اللي حسه فبيقول لها جهان انه وقع في الحب وبتهزي المنطاد وبتحضن ملك جهان بالغلط بعدها بنشوف سيفلاي وهي بتجهز نفسها للفرح وبتقلعها حكمة اسويرة نوح من ايدها وبتبقى سيفلاي حزينة جدا وبتفضل حكمة تقنعها ان الحب بيجي بعد الجواز وبعد كده بتكون حيلة سمد قعدة في كتب كتاب وهم متضايقين بسبب ان جهان سايب كتب كتابه ومتأخر عليه وبيدخلهم جهانه معاه انيسة مرضعته ولما المقزون بيسأل جهان اذا كان عايز سيفلاي زوجة ليه بيقبل ولها بيسأل سيفلاي بتجاوب بالنفس وبترفض جوازها من جهان وبيكون الكل مصدوم وبتزعق لها حكمة وبتسألها ازاي ترفض الجواز من جهان وبتمسك قلبها وبتعمل نفسها انها مريضة فبتقول لها سيفلاي انها مش هتعرف تخدعها وبتطلب منها تبطل تمثيل عليها لانها سليمة ولها بيسألها جهان عن اللي تقصده بتقول له سيفلاي اني سمد ابوه حكمة ضحكوا عليهم واوهموهم ان حكمة مريضة علشان يرجعوها من انقرة ويتمموا الجواز ولما بتسألها حكمة عن الطريقة اللي عرفت بيها بتقول لها سيفلاي انها عرفت من الممرضة اللي كان بتعالجها وقتها حكمة بتتهم نهايات انها هي اللي قالت لسيفلاي انها سليمة وبتبقى نهايات سعيدة جدا هو ما بتردش عليها في الوقت ده بتروح ملك لنوح و بتعرفوا انه سيفلاي ما وفقتش على جوازها من جهان وبيبقى نوح سعيد ولما بنرجع لسيفلاي بينشوفها وهي بتطلب من سمد انه يعرفهم السر اللي مخليه مسر على جوازها من جهان وقبل ما سمد يقول اي كلمة بيتفاجئوا بمجموعة مسلحة بيدربوا عليهم نار وبيهربوا بدون ما يسيبوا اي حد بعدها بنشوف تحسينه وبيسأل ارجان ورجالته اذا كان في اي شخص تصبره صاص فبيقول له ارجان ان العملية كانت نضيفة وبيعرفوا انهما ما قزوش حد زي ما امرهم وبتوعى التحسين سمد وعيلته انهما مش هيشوفوا يوم واحد حلو بعد النهار وفي الوقت ده بيكون جهان مجمع كل الموظفين بتوع بيته وبيعرفوا من الهجوم اللي اتعرض له ده سبب اعداءهم وبيعرفوا منهما بيتحاربوا منهم عشان يخسروا شغلهم وسقة عملاءهم وبيسألهم اذا كان في حد عايز يمشي ويسيب البيت وشغلوا معاه بس كلهم بيسكتوا وبيفهم جهان انهما نوين يكاملوا شغل بعدها بيبقى نوح مع سيفلاي وبيقول لها انه كان سعيد جدا لما عارف انها رفضت تتجاوز جهان وبتقوله سيفلاي انها كانت قصدة تعمل كده عشان ما يفكروش بجوازها من جهان تاني وبتعرفوا انها كانت ممكن توافق قبل ما يكون في حياته فبيقول لها نوح انه بيحبها جدا وبيعرفها انه عمره ما هيتخلى عنها وما بالليل بييجي سمد بيبقى مع جهان وبيطلب منه ويقنع سيفلاي بجوازها منه وبيعرفوا انه ده حلهم الوحيد علشان ينقذوا بيهم نفسهم من الديون وبيطلب جهان منه انه يلغي فكرة جوازه من سيفلاي وبيعرفوا انه حتى لو تجاوزها مش هيسرق فلوسها علشان يسددوا ديونهم بيها بعدها بيبقى تحسين في بيت سمد وبيعرفوا انه خايف عليهم جدا بعد ما عارف اللي حصل لهم وبيسأل سمد اذا كان في حد حصل له اي حاجة فبيقول له سمد انه كلهم بخير وبيشكروا على سؤال وفي الوقت ده بياخد سمد تحسين وبيعرفوا على عيلته وبيعرفوا انه رجل اعمال غني جدا ولينفوس ضخمة وبتعرفهم حكمة انه هو اللي اشترى منهم بيت ابوهم القديم وصمد ان البيت ما تبعش الغريب وبيعرفوا انه سايد جدا ان البيت تبع له هو بالزيق وقتها تحسين بيستأزم منهم عشان يمشي وبتروح معاه حكمة لحد ما بتوصله برا البيت ولما حكمة بترجع بتسألها نهايات اذا كانت نوية توقع تحسين في حبها وبتقول لها نهايات ان التحسين واسيم وعمرهم مناسب لبعض وانه مش عيب لما تفكر فيه كشريك لحياتها المستقبلية وبتقول لها حكمة انه تحسين هو للمفروض يحاول يكون على علاقة بيها بسبب انها بنته مظفر ومن عائلة شانسلان بعدها حكمة بتبقى بتتعشى مع عائلتها وبتجيلها مكالمة من صاحبتها وبتسألها اذا كان فعلا جيهان مرداش يكتب كتابه على سيفلاي وهم قاعدين قدام المأزون وبتفتح حكمة مايك تليفونها وبتسألها عن الشخص اللي قالها كده وبتقول لها ان هاركة هي اللي بتقول لها وبتعرفها انها قالت كده لكل صديقاتها اللي قدها وقتها حكمة بتبقى عايزة تضرب هاركة وبتفضل تزعق لها وبتعرفها انها شخصية وحشة وعدمة التربية وبتقول لها هاركة ناهية وبنتها اللي الناس مش كويسين وبتسألها ازاي بنتها الشحاتة دي ترفض اخوها جيهان وقتها حكمة بتقول لصمد انها استحملت اهانة كتير وبتعرفوا انها هتمشي من البيت عشان ما عندهاش قدرة تستحمل اكتر من كده وبعدها بتكون سمرو قلقانة جدا ولما بتسألها نهايات عن سابقا لقها بتقول لها سمرو انه صمد عليه ديون كتير جدا وبتقول لها ان سيفلاي هي وحله الوحيدة علشان يقدر يسدد ديونه دي وبتعرفها ان سيفلاي مش بنت تحسين وانها بنت شخص ثري جدا اسمه جلال في الوقت ده بيكون صمد في قضة حكمة وبيقول لها انه هما الاتنين محتاجين لسيفلاي وبيعرفها ان دي فرصتها الوحيدة عشان تبقى ثرية وبيطلب منها تفضل قاعدة معايا عشان يفكروا في حال يجاوزوا سيفلاي جهان وبيعرفها انه هيعاقب هاركة بعقاب كبير تستحق بعدها بيروح صمد لسمرو وبيعرفها ان بنتهم هاركة هتسافر ايطاليا عشان تكمل تعليمها هناك لكن سمرو بترفض وبتوعده انها هتتكلم مع هاركة وهتخليها تتغير وبيجي تصلي صمد لحظة عدها بنشوف صمد وجهان مع تحسين وبيعرفوا منه قدر يمسك شخص من العصابة اللي هاجموا بيته وبيضربوا جهان وبيسألوا عن اللي كان معاه وعن الشخص اللي صلطه وبيتكلمش ارجان غير لما تحسين بيدربوا وبيطلب منه يتكلم فبيقوله ارجان ان اللي من صلطه شخص عايز يشتري منهم فندق اللي في بارسيرما وبعدها جهان بيكون عايز ابو يرد على الشخص اللي هدت حياتهم بس صمد ما بيكونش عارف يتصرف ازاي وبيقول لجهان انه شخص مش مستقر في مكان وبيعرفوا انه مش هيعرف يوصلوا بسهولة وقتها تحسين بيطم من جهان وبيوعدوا انه هو اللي هيقدبوا وبيطلب من جهان ما يتدخلش في اعمال وحشة ويفضل نظيف زي ما هو وبيسألوا جهان اذا كان هيقتله فبيقولوا تحسين انه هيسلموا بايده الاسم الشر وبعد كده بنهاية بتكون قعدة مع ملك ونوح وبتعرفهم ان نفسهم امهم سمرو تعترف بيهم بس الوضع صعب جدا وبتقولهم انه هما الاتنين مؤدبين وكويسين وانها مبسوطة منهم قوي بسمعها هاركة وهي بتقولهم انها مبسوطة عشان هما مؤدبين وبتسأل نهايات عن السابة اللي مخليها قعدة مع سواء وخدمة وبتسأل اذا كانت الدنيا دقت بيها عشان توصل نفسها للمرحلة دي وبيطلب نوح منها انها تحترم نفسها وبتطلب ملك منها تسكت عشان ما تحصلش مشكلة وقتها هاركة بتعلصوتها وبتسألهم اذا كانوا معتبرينها خدمة صاحبتهم وبتنزل سمرو على صوت خنايتهم وبيجي صمت وبتطلب سمرو منها انها تسكت وتطلع لقضتها وبيجي اسعد وبيعرفهم ان هاركة ان ده حق في كل كلامها وبتقوله نهايات ان هي اللي طلبت من ملك النوح انها تتكلم معي وبتقول لصمت وسمرو انها زهقت من تلبيت اولادها السيئة ولما بتبقى سمرو مع صمت بتقوله ان كلامه كان صح وبتعرفه ان هم هيبعتوا هاركة لايطاليا زي ما كان عايز وتاني يوم كون نوح في المطبخ مع انيسة وبيعرفها انه رايح مشوار مهم وبترضاش انيسة مشيغل لما تقدله الفطار اللي هي محضرة بعدها بيقابل نوح سيفلاي وبيحضنها وبيعرفها انه وحشته جدا وبتخرج انيسة عشان تلحق نوح وتدله فطاير الجبنة اللي نسيت وبتشوف نوح مع سيفلاي وبتخب نفسها منهم قبل ما يشوفوها تبقى انيسة سعيدة جدا عشان ما بتبقى عارفة ان الجهان بيحب ملك مش سيفلاي وبتركب سيفلاي العربية بتاعت نوح وبيخرجه سور بعدها بيبقى جهان قاعد مع عيلته وبيفطر وبيجي بين يمين وبيدي الجهان عقود شراكة عشان يمزع عليه ولما بتسأل نهايات اذا كان شغلهم الجديد ده هيتزاع على الانترنت والتلفزيون بيرد اسعد عليها وبيعرفها انها هتبقى مشكلة وهيخسره فلوس كتير لو اتزاعت او عارف بها اي صح وبيعرفها اني ده بند في العقوب بتبقى عيلته فرحانة منه لانه بدأ يشتغل مع اخوه وتغير عن الاخر وبعد كده بيجيله صمت تليفون من تحسين بيعرفوا فيه انه وصل للشخص اللي عايز يقتله وبيعرفوا انه سلموا للشرطة وبيبقى صمت سعيد بتصرف تحسين ده وبيحكي لسمرو عن تحسين وبتطلب صمت منه انه يعزز صدقته بيه وبيعزموا لو لمرة عندهم في البيت علشان يشكروا على وقفوا جنبه بعدها بتتسل حكمة على سيفلاي وبتسألها عن المكان اللي هي فيه فبتقول لها سيفلاي انها بر وبتعرفها انها تروح لمدينة قصري مدينتهم القديمة تتفسح هناك شوية وبتقفل فيه الشهر وقتها بتتسل حكمة على صمت وبتقولوا انه سيفلاي مع نوح وبتعرفوا انه امه رايحين لمدينة قصري وقتها بيكلم صمت الشرطة وبيعرفوا انه عايز يعمل بلير بعدها بنشوف بن يمين وهو معه صحفيين وبيدخلهم المكان وبيتوعد جهان انه هيخسروا عقود الشراكة الجديدة اللي نووي عمل وفي الوقت ده بيكون جهان في حفل الشراكة الجديد وبيبقى واقف مع ملك ولما ملك بتسأله عن الساب اللي خليها استدعيها الحفلة زي دي بيقولها جهان انه كان محتاجها جنبه بس وفي الوقت ده بيعرف جهان الحضور على الصحفيين اللي هيبقوا معهم في حفلة الشراكة وبيبقى اسعد مستغرب جدا وبيسأل ازاي في صحفيين وهم ممنوعين من الحضور وما بيكونش فيم حاجة وقتها بيدخلوا الصحفيين اللي بين يمين كان مستدعيهم وبيضطردوا من الامن وبيبص جهان لأسعد لانه بيبقى متأكد من انه هو لمستدعيهم وبيروح جهان لأسعد وبيطلب منه يبقى راجل وبيعرفوا انه محاربته ليه مش هدفين وبيسيبه وبيمشي وقتها أسعد بيروح لبنيمين وبيضربه بالقلم وبيعرفه انه شخص غبي وبيطلب منه ما يدخلش في شغل وقاراته مرة تعنيه بعدها بيجي تحسين للحفلة وبيدي لسمرو برواز في صورة لعيلة صمد وبيطلب منه يدي لصمد عشان يبقى معا نسخة جديدة بدل اللي سبق في البيت اللي باعه وبتشوفه حكمة وقتها وبتبقى مفتكرة انه تحسين بيدي هدية لصمرو بالوقت ده بنشوف الشرطة وهي بتطلب من نوح انه يقف عربيته ولما بيسألهم عن السبب بيقولوا انه في شخص مبلغ عنه بعدها بتيجي هاركة للحفلة وبتطلب من ملك تجيب لها مشروب وبتعرفها ملك انها مش شغلة في الحفل وبتيجي سمرو وبتسأل هاركة عن الساب اللي ما خلاش تروح المطار علشان سفارها وبتقولها هاركة انها لسه عن داشوة وقت وبتعرفها انه قررت تقديم عائلة بيجي الليل بيبقى جيهان قاعد مع ملك وبتسأله عن الساب اللي خلا يكلم اسعد أخوه بطريقة وحشة وسط الحفلة فبيعرفها جيهان ان اسعد بيغير منه وبيقولها انه عاوز يبوز له شغله عشان ياخد مكانه ولما بتسأله ملك اذا كانه على الوضع ده من صغره فبيقولها جيهان انه مش متأكد الغيرة والحقد بدأوا من امتى وبيعرفها ان فترة طفولته اضاف مدارس خاصة بعيدة عن المدينة وبيقولها انه نهاية كانت هي السبب وبيعرفها انه مكانش عايزاء يقعد معهم في البيت ما بتسأله ملك عن سمرو بيقولها انه سمرو كويس وبيعرفها انه كبت عامله زي ممت بالزب بعدها نوح وسيفلاي بيبقوا في اسم الشرط وبيعرف نوح سيفلاي ان الزبت سابه لما تأكد انه مش خاطفها وبتيجي حكمة ومعها صامت وبتاخد حكمة بنتها سيفلاي وبتمشي وقتها بيعرف جيهان ملك انه عاش حياة شبهها وبيعرفها انه عاش طول عمرو بدون اب وام وبيقولها انه بيحبها جدا وبيبص بس ملك بتقوله انها مش هينفع تحب شخص زيه بتقوله انه ممكن في اي لحظة يتجاوز سيفلاي وبتسأله عن سر اسرار ابوه على الجوازة وبيقرر جيهان انه يحكي الملك بس بيجي لهم مكلمة وبيعرف منها ان الفندق بتاعهم هيتم حجزه وبيضطر يسيب ملك ويمشي نفس الوقت بيكون نوح مع صمد وبيحاول يفاهمه انه ما كانش خاطف سيفلاي وبيعرف انه كان بيوصلها لمدينتها القديمة وبيجي لصمد مكلمة وبيعرف منها وقتها انه ما بيحجزوا على الفندق وبيعرف نوح انه هيحزبه في وقت تاني وبيمشي بعدها بيكون جيهان في الفندق وبيطلب من موظف الحجز انه يسيب عفشه اساس الفندق وبيعرف انه هيديله شيك هيقدر يسرفه فورا بتمن قيمة الحجز في الوقت ده بتسأل حكمة سيفلاي ازاي تكون مع شاب غريب عنها ويمشوا سوا من غير ما تعرف فبتقولها سيفلاي انها بتحب نوح وقتها بتكون حكمة غطبانة جدا وبتضربها وبتعرفها انها هتقتل نوح لو قلت لها الكلمة دي تاني وبتخيرها بين جوازها من جيهان او قتلها النوح فبتقولها سيفلاي انها هتتجاوز جيهان بعدها بيبقى صمد حزين جدا وبيعيط وبيسأل جيهان ازا كان بعشركته برخص التراب عشان يسدد جزء بسيط من الديون وبيعرفوا انه هم انتهوا خسروا كل حاجة وبيعرف جيهان انه لو ما تجاوزش سيفلاي هيكون حكم عليه بالموت وبيبقى جيهان حزين جدا ومتأثر من كلام بابا وفي الوقت ده بيكون نوح مع ملك اخته وبيعرفها باللي سمد عمله فيه وبيجيله مكالمة من سلطان ام محمد صاحبه وبتعرفوا ان محمد عمل حدث وقتها نوح وملك بيروحوا لسمرو وبيعرفوا انه هم مضطرين يسيبوا البيت وبيروحوا لمدينة اكسو عشان يطمنوا على واحد صاحبه مع عمل حدث بعدها بيروح جيهان لقودة سيفلاي وبيقول لها انه مش هيسامح نفسه لو ابو حصل له حاجة بسبب وبيسألها ازا كان تتابل تتجوز فبتقول له سيفلاي انها موافقة وبتحضنه وبيفضله عاياته سوا وتاني يوم بتكون سمرو مع سيفلاي وبتقول لها انها عارفة انها حزينة وبتطلب منها تدي النفسها فرصة ويمكن تحب جيهان وبتقول لها سيفلاي انها مش هي تقدر تحبه وبتقول لها السمرو انها فهمها وبتحضنها وبعدها هاركة بتمشي من البيت عشان تروح للمطار عشان تسافر لإيطاليا ولما الليل بييجي بينشوف المأزون هو بيسأل سيفلاي ازا كانت موافقة على جيهان انه يكون زوج لها وبتوافق وقتها نوح وملك بيرجعوا البيت صمت وبعدها بيتطمنوا على محمد ولما المأزون بيسأل جيهان ازا كان موافقة على سيفلاي انها تبقى الزوجة لي بيوافق وبيبقى نوح وملك وقفين مصدومين الفيلم ده كتبوا مجد حمودة بسجلته أم العقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنمي سلام